السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم على قناتكم نبيل كسطان سنتكلم في هذه الحلقة عن أسرع عشر قصادات عربية في سنة 2024 قبل الدخول إلى التفاصيل لا تنسى الاشتراك معنا في القناة وتفعيل زر الزرس والضغط على لايك 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 لتدعمينا لتقديم المزيد والأفضل دعمنا بلايك دعمنا بسكراك لتبقى دائما بجانبنا خليكم معنا كشف التقرير الذي اطلعته على نسخة منه أن ليبيا والتي من المتوقع أن تحقق انكماشا بواقع 18.5% خلال سنة 2023 في ناتجها المحلي الإجمالي ستكون الأسرع نموا في سنة 2024 بين اقتصادات الدول العربية إذ يتوقع صندوق النقد الدولي أن تحقق نموا بنسبة 17.9% خلال سنة 2024 وحلت جيموتي في المركز الثاني بنمو متوقع في 5% لعام 2024 مقابل نمو يقدر بـ 3.6% لعام 2023 ثلاثة موريتانيا البلد العربي المحبوب في المركز الثالث بمعدل نمو متوقع بنسبة 4.8% لعام 2024 إن شاء الله و4% فقط للعام الجاري وجاءت مصر دولة مصر وتحياتي لأهل مصر جميعا في المرتبة الرابعة بين أسرع عشر دول عربية نموا خلال 2024 إن شاء الله بنمو متوقع خلال 4.4% بعدما احتلت المركز الثالث ضمن توقعات الصندوق للعام الجاري بنمو 6.6% وتوقع أيضا صندوق النقد الدولي أن يحقق الاقتصاد الإماراتي معدل نمو يقدر بـ 4.2% في سنة 2024 بعد نمو بنسبة 5.1% في سنة 2023 أيضا احتلت سلطلة عمان المركز السابع في الترتيب بمعدل نمو متوقع إن شاء الله في 4.1% لعام 2024 و 4.4% في هذا العام الجاري ثلاثة العراق العراق الحبيبة نتمنى إن شاء الله الخير لجميع الدول صاحب الصدارة للعام الماضي في المركز الثامن عربيا بمعدل نمو متوقع في 2024 إن شاء الله يقدر بـ 4.1% مقابل 9.3% في سنة 2023 فيما توقع صندوق النقد الدولي أن ينزل معدل نمو الاقتصاد السعودي إلى 3.7% من مستويات قياسية تبلغ 7.6% متوقعة للعام الجاري يذكر أن المملكة السعودية كشفت في تقرير اليوم عن معدل نمو الربع الثالث والذي سجل في 8.6% وتوقع التقرير أيضا أن تحتل فلسطين المركز العاشر بين اقتصادات الدول العربية من حيث معدل النمو المتوقع لعام 2024 بنمو يقدر بـ 3.5% فيما لم يوضح التقرير معدل النمو المتوقع لاقتصادي لبنان وسوريا كما توقع الصندوق أن يبلغ معدل النمو الإجمالي لاقتصادات الدول العربية في 3.9% خلال سنة 2024 إن شاء الله مقابل 5.4% في سنة 2023 لا تنسى الاشتراك معنا في القناة لكي تتوصل دائما بالجديد وتبقى دائما معنا وتحفزنا لتقديم المزيد دمتم في رعاية الله والسلام عليكم